هنتكلم بقى عن اهمية موقع مصر اول حاجة هنتكلم عن نهر النيل نهر النيل اضاف اهمية كبرى لموقع مصر طب من حس ايه؟ اول حاجة ان المصريين القدماء عاشوا على ضفاف نهر النيل وقاموا باعمال الزراعة يعني بسبب نهر النيل المصريين القدماء تعلموا الزراعة الحاجة التانية ان نهر النيل استخدم كطاريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها وكذلك بين مصر ودول افريقية الحاجة التالتة ان ساعد نهر النيل على قيام الحضارة المصرية القديمة وازدهار الاقتصاد المصري ثاني نهر النيل اضاف اهمية كبرى لموقع مصر طب من حس ايه؟ ان المصر القديم تعلم الزراعة الحاجة التانية ان نهر النيل استخدم كطاريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها وكذلك بين مصر ودول أفريقيا طب نهر النيل ساعد على إيه ساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة وازدهار الاقتصاد المصري إحنا عايزين نعرف زمان إزاي السفن كانت بتنقل البضائع طبعا إحنا عارفين إن مصر كانت مركز تجاري بين قارة أسيا شرقا وقارة أوروبا غربا وده اللي قلناه من شوية طيب عايزين نعرف بقى قديما إزاي السفن كانت بتنقل البضائع أول حاجة كانت السفن بتنقل البضائع اللي هي جاية من أسيا عبر البحر الأحمر لحد ما توصل لخليج السويس بعد كده بيتم نقلها برا من السويس حتى نهر النيل ومنها إلى البحر المتوسط لاستكمال طريقها إلى أوروبا ثاني زمان كانت السفن بتاخد البضائع اللي هي جاية من أسيا عن طريق البحر الأحمر حتى توصل لخليج السويس بعد ما توصل لخليج السويس بيتم نقلها برا يعني بينزلوا البضائع في عمال بتيجي تشير البضائع بينقلوها برا من السويس حتى نهر النيل بيحطوها في سفن تانية ومنها إلى البحر المتوسط علشان تستكمل طريقها إلى أوروبا بس كل ده كان بياخد كتير من الوقت والجهد والمال عندنا برضو قديما كان فيه طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح ده برضو كان طريق تم اكتشافه قديما وده كان طريق كانت تقطعه السفن حول أفريقيا برضو كان بياخد كتير من الوقت والجهد والمال طب حديثا بقى اللي تم قال لك إن زارت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس اللي هي تم حفرها بأيد المصريين وقال لك إن اتضعفت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس اللي تم افتتاحها عام 1869 اللي هي ربطت قناة السويس بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وده تكلمنا عنه في الدرس اللي فات طيب ده بقى أدى إلى إيه؟ أدى إلى تقليص مدة الإبحار بين أسيا وأوروبا يعني حفر قناة السويس ساعد على تقليص مدة الإبحار بين أسيا وأوروبا وكمان توفير الوقت والمال والجهد اللي كان بيبزل قديما قال لك بقى إن زارت أهمية موقع مصر بعد حفر قناة السويس الجديدة اللي هي تم حفرها عام 2015 قال لك بقى إن قناة السويس الجديدة دي ساعدت على تقليل زمن مرور السفينة في القناة من 20 ساعة إلى 11 ساعة فقط يبقى عملت إيه قناة السويس الجديدة أول حاجة ساعدت على تقليل زمن مرور السفينة في القناة من 20 ساعة إلى 11 ساعة فقط الحاجة التانية استيعاب سفن أكبر حجما وحمولة يعني كمان بدأت تاخد سفن حجمها كبير وكمان عليها حمولة أكبر الحاجة التالتة إن هي بقت تسمح بمرور السفن في الاتجاهات زمان في قناة السويس القديمة كانت السفينة بتمر في اتجاه واحد فقط أما دلوقتي أصبح ممكن السفينة تمشي واحدة جاية من البحر الأحمر والتانية من البحر المتوسط فأصبح إن هي كمان بتسمح بمرور السفن في الاتجاهات وبكده نكون امتهينا من درس النهاردة كان معكم مستر إسلام زكريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر